اشتركوا في القناة وليت تطوين مليمتر وحيد الخمسة مليمترات ومليمتر وحيد بولاية الزغوان بزغوان لمدينة درجة الحارة اليوم تراحض بين العشرة والخمستاشن درجة سجلنا خمستاشن درجة في تونس الكوبرا ويكون في عدود السبع درجات في المرتفعة تطلع لحالة تقصي اليوم اليوم معرفنا صحوب كثيفة في الجنوب الشرقي كانت مرفوقة بأمتار متفارقة صحوب عبرة في بقية الجيهات كانت احيانا كثيفة في الشمال والوسط اللي لبعض الصحوب تكون احيانا كثيفة في الشمال والوسط ومناطق الجنوب الشرقي بالنسبة للريح يكون من القطاع الشمالي البحر يكون قل الثراب فمضطرب في الشمال شديد الثراب في الوسط والجنوب ودرجات الحرارة لا يعني تكون متراحة بين الا واحد والاربعة درجات في المرتفعات الغربية وبين الاربعة واثمانية درجات في بقية الجيهات بالنسبة للغوضة ان شاء الله متوقعين ذباب محلي في الصباح ثم سحب عابرة بالنسبة لدرجات الحرارة يمكن ترتفع شوية نشوفها مع بعضنا 14 عوضة في قليبيا 15 في نابل 16 في تونس الكبرى أقل شوية بيقصى الشمال ببنزار 13 درجة 13 في جندوبة في باجا 12 في تبارقة 9 في الكاف في يوم الغد على بدرجة في تالة متوقعين 10 درجات سليانة تكون في حدود 13 درجة 14 في زغوان في المدن السحيلية متوقعين 17 في سوسة 15 في المنستير والمهدية 16 في كل من سفاق السواء أردنا نمشي شوية الوسط بالقايروان 15 درجة يوم الغد 11 في القاسرين 14 في كل من سيدي بوزيد وفي قفصة 15 في جابس 15 أيضا في توزر وقبلي وفي مناطق الجنوب الشرقي يوم الغد جزيرة جربة متوقعين بش تكون إن شاء الله في حدود 15 درجة 14 في مدنين 15 في تطاوين 13 في ارمادة بالنسبة للملاحة والصيد البحري يوم الغد في سيرات وخليج تونس الرياح تكون غربية تتجه إلى شمالية غربية سرعتها بين掛ن 10 والعشرين عقدة والبحر يكون قليل اثراب في باقي سواحة الشرقية ومتاقط خليج جابس الرياح تكون شمالية فشمالية غربية سرعتها في خليج الحمامات بين 15 والخمسة عشرين عقدة البحر مضطرب يصبح شديد الاثراب سرعتها في الشابة بين العشرين والخمسة عشرين عقدة تتقلص في آخر نهر بين 15 والعشرين عقدة والبحر يكون شديد للأثيراب يصبح مثرب وفي خالي جيب السرعة بين 20 وال25 عقدة معها بات والبحر يكون شديد للأثيراب معها أمواش متقاطعة تتورط عفواً بدرجة الحرارة للمدنة الأخرى نوكشات صحب كثيفة 28 درجة 17 فضل البيضاء 17 في الجزائر بالنسبة لترابلس بش تكون في حدود 17 درجة والخرطوم حرارة عالية كالعادة 36 درجة سماء تكون صافية سماء مغاشات في القاهرة 19 درجة في البقاء المقدسة 26 في المدينة 31 في مكة 28 في ماسكة 24 في كلمن أبوظبي والدوحة 19 في الكويت 18 في بغداد بعض الأمتار يوم الغد في دمشق 12 درجة 16 في بيروت القدس الشريف 12 درجة أمتار في إسطنبول 8 درجات أبعد شوية في أوروبا غضوة متوقعين 14 درجة في روما درجتين فقط في فيانا 4 في برلين 7 في أمستردام وجونيف 8 في بريكسال 11 في لندن 10 في بيريس 13 في مرسيليا وفي شبه الجزيرة الإبيرية 11 درجة بمدريد 14 في لاشبون تطورات الجوية للأيام القليلة المقبلة يوم الجمعة بإذن الله تقص بشيكون قليل السحب الريح من القطاع الغربي بشيكون قوية قرب السواحل الجنوبية ضعيفة فمعتدلة في بقية السواحل البحر يكون قليل اثراب في الشمال والوسط يكون مضطرب في الجنوب ودرجة الحرارة بين 14 و18 درجة وفي حدود 11 درجة في المرتفعات نتعدى اليوم السبت متوقعين السحب عابرة تكون أحيانا كثيفة في المناطق الشمالية وتكون مرفقة ببعض الأمطار الريح تتواصل من القطاع الغربي البحر يكون متموج فمضطرب في كافة المجالات ودرجة الحرارة لا تتغير وقد شروق والغروب اليوم الغد غضوة شروق على الساعة السابعة و32 دقيقة والغروب على الساعة الخامسة و15 دقيقة لمزيد من المعلومات والإرشادات تجمد تصلبين على موزع صوتي 88-40-40 تخلي أرسالات قصيرة على 85-185 وإلا أيضا نزورونا لموقع الويب تخذ بلو ومتو ونوفو بأوقات الصلاة غضو إن شاء الله الصبح على الساعة السادسة إلا دقيقة ظهر متصف النهار والنصف العصر على الساعة الثانية بعد الزوال و56 دقيقة المغرب على الساعة الخامسة و17 دقيقة وإخيرا وإن شاء الله نعيش على الساعة السادسة و47 دقيقة عزيزي المشاهدين شكرا حصم متابعة والإهتمام وإلى اللقاء